يا أخي والله العظيم أنا أتعجب لهذا الرجل اللي هو الأعرابي كلكم عارفينه وده كان في العصر الجاهلي عارفوا عن إيه العصر الجاهلي اللي هو قبل الإسلام على طول اسمه العصر الجاهلي وإحنا كنا ندرس في الشعر كده كان فيه شعراء اسمهم شعراء العصر الجاهلي مين ده الأعرابي ده عنطر بن شداد عنطر بن شداد وفي حد ما يعرفش عنطر عنطر بن شداد الراجل ده شاعر وكان فارس كان يقول إيه بقى عنطر بن شداد يقول وإن أكو أسودا فلمسك لوني وما لسوادي جلدي من دوائي ولكن تبعد الفحشاء عني كبعد الأرض عن جو السماء يا أخي شوف يا أخي الناس أتقول لي بقى ده حافظ صورة ياسين ولا حافظ صورة إنا على التنغل كو سألوش حافظ حاجة ده كان في العصر الجاهلي بس ما يصاحش عيب عيب وما ينفعش بيقول لا 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 أنا مشان اللي أعمل الفحشة الأعرابي ده اللي هو عنطر بن شداد كان عنده عزة نفس كده وعنده شجاعة ومروءة كان يقول لا تسقيني ماء الحياة بذلة عزليني ليه؟ هتدينا موية المحاياة؟ بذل مش عايز لا تسقيني ماء الحياة بذلة بل فاسقيني بالعز كأس الحنظلي ماء الحياة بذلة كجهنم وجهنم بالعز أفخر من زلت طبعا أنا مش معاه في الشطرة الثانية دي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالجنة وأن يبعدنا عن النار اللهم أمين فعيز تحيي حياة كريمة أنت بتتسم وتتصف بالمروءة اللي محتاج بتساعده والمريض بتزوره واللي معهش بتديله وصاحب مواقف وبتنصف الناس من نفسك ما بشتمش حد ولا بهزأ بحد ولا بأسخر من حد ولا قاعد أفتش في عيوب حد دي مش من المروءة شوف إزاي كان الشفعي الشفعي رضي الله عنه رجل ساخي وكريم وبيعطي وأي حد محتاج حاجة بيعملها له الإمام محمد بن إدريس الشفعي رضي الله عنه بيقول إيه الشفعي بيقول يا لهف قلبي أنا ملهوف ملهوف عليها شفعي يا لهف قلبي على مال عيس فلوس عيس فلوس عد فلوس أنا يا لولاة نيجو هزار ما داولك عد فلوس بيقول عايز فلوس تعالي شوف الشفعي بيقول إيه بيقول يا لهف قلبي على مال أجود به على المقلين من أهل المرؤات إن اعتذاري إلى من جاء يسألني ما ليس عندي لمن إحدى المصيبات شفت الراجل عيس تحيي حياة كريمة خليك أجيب المثال على نفسي يا رمضان نعم عيس تحيي حياة كريمة آه كن خادما للناس اقضي حوائج الناس الناس للناس ما دام الوفاء بهم والعسر واليسر أوقات وساعات وأكرم الناس من بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات لا تقطعن يد المعروف عن أحد ما دمت تقدر والأيام تارات واذكر فضيلة صنع الله إذ جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات فمات قوم وما ماتت فضائلهم وعاش قوم وهم في الناس أموات يبقى ناخد بالنا من الدروس السابقة والعناصر اللي تكلمنا عنها عناصر بناء حياة سعيدة بناء حياة طيبة اللي منها الإحسان الصبر التقى إنك تخف رضنا سبحانه وتعالى إنك تبقى من أهل المرؤات الناس أصحاب المرؤة إنك يوسف عليه الصلاة والسلام يبقى واقف بيت شتم وهو سمع شتمته بودنه قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قابل سؤال بتنكد على روحك ليه والله العظيم فيه ناس كده من حبيبنا وخد بينكد على نفسه عايز يزمع شتمته وعايز يحقق في حاجة وإيه اللي حصل احكولي احكولي إيه اللي حصل يا عم لو حكنا لك حتتنكد ما تريح روحك فيه عبادة اسمها عبادة التغافل يا ابن الناس اعمل نفسك مش اخد بالك فسيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام واقف وهم اتكلموا قالوا إن يسرق أخوته بقولوا إن يسرق فقد سرق أخه الله من قبل يا سيادة العزيز قال لهم نعم قالوا ده له أخ اسمه يوسف حرامي يوسف سمعك كلمة قال لك فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها لهم مين حرامي يا ولد لا 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 شي خصديق ولم يبديها لهم خاص موضوع انتهى هو ده ده لحياة أفضل حتيجي بقى تقول لي أنا مش قادرة يا شيخ لنت بتقول عليه ده صعب إزاي يعني إحنا بشر إحنا الكلام اللي هو إيه الكلام اللي بيكسر الكلام اللي لا يبعث على الهمم اللي لا يبعث على النجاح نام يا ابني نام وارتاح يأتيك النجاح ومن صهر الليالي بات للعام التالي ده كلام السفهاء ما ينفعش الكلام ده اشتركوا في القناة